أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة تانية والجزء التاني من حلقتنا النهاردة في يحكى أنا واللي خصصناها لحضراتكم عن المناعة وكيفية تحفزها في الجزء الأول اتكلمنا عن الأماكن اللي موجودة فيها خلايا المناعة قلنا إن الأماكن دي بتكون موجودة في سطح الجلد كله في فتحات الجسم المختلفة زي الأنف والفم وفتحة الشرج قلنا في أماكن العقد الليمفوية وقلنا أماكن العقد الليمفوية دي فين؟ ارجعوا بقى الحاجات دي كلها لو عايزين على وسائل التواصل عشان تعرفوا كنا بنتكلم في إيه وقفنا مع حضراتكم في نهاية الجزء عن المكان الرابع اللي فيه الأنسجة الليمفوية بقى مش العقد الليمفوية وقلنا إن أشهر الأنسجة الليمفوية دي هي اللوز طيب هل هي كل الأنسجة الليمفوية هي اللوز بس؟ لا فيه أماكن تاني زي إيه؟ زي اللحمية اللحمية اللي هي اللي لما بتتضخم دي الناس بتشخر وهي نايمة أو الأطفال وهما نايمين تلقيهم فاتحين بقوهم وهكذا فيه كمان مناطق في الأمعاء اسمها بيرز باتشز بيرز باتشز دي مناطق كده موجودة في الأمعاء الغليزة عارفين إيه هي الأمعاء الغليزة؟ القولون القولون الصاعد أو المستعرض أو القولون اللي إحنا إيه دايسين عليه جامد ده يعني متقلين عليه العيار ومهملين في أكلنا أحيانا وكده القولون ده فيه مراكز مهمة جدا للمناعة عشان كده الحفاظ على صحته وجودة وظائفه كده أو جودته مهمة أوي للمناعة مش بس عشان بطننا ما توجعناش طيب خامس مجموعة من أجهزة الجسم بيتواجد فيها خلايا المناعة هي إيه؟ هي الطحال والغدة الزعترية اسمها فيماس جلاند ودي بتكون على القصبة الهوائية وطبعا نخاع العظام يعني اللي هو البون مارو نخاع العظام وده المركز الرئيسي لتصنيع كل خلايا الجسم واللي من ضمنها خلايا المناعة اللي بتدافع عننا أما آخر مكان تتواجد فيه خلايا المناعة فهو عضو غريب جدا جدا في الجسم وتم اكتشاف دوره المهم للجسم كله بشكل عام يعني وللمناعة بشكل خاص من سنين قليلة فقط والاكتشاف ده كان مفاجأة علمية كبيرة جدا العضو ده هو إيه؟ هو الزايدة الزايدة الدودية الزايدة الدودية أو الزايدة اللي أنا خلاص بقى أنا شخصيا مش مقتنع بإسمها العربي كده ما هي دي من مشاكل أحيان الترجم يعني بالطب الزايدة اسمها الأبندكس الأبندكس تمام؟ إحنا لما جينا انترجمها بالعربي قلنا إيه؟ الزايدة الدودية الزايدة عشان إحنا كنا فاكرين زمان مش إحنا يعني العالم زمان كان فاكر إنها ملهاش لازمة فيقولك دي زايدة ودودية لأنها شكل كده إيه لها بتنتهي بشكل حد كده فبقى اسمها الزايدة الدودية الزايدة الدودية دي بتتكون عند الإنسان من مرحلة لما هو كان جنين في الأسبوع الحداشر من الحمل والاكتشاف العلمي اللي بقول لحضراتكم عليه هو إن الزايدة دي أو الزايدة دي أحد أجزاء الجسم المسؤولة عن تصنيع ونضج البي سيلز والبي سيلز دول أحد أهم أنواع كرات الدم البيضة وكرات الدم البيضة دي هي خطوط الدفاع الرئيسي اللي في المواجهة دايما يبقى الزايدة دي بتصنع إيه؟ البي سيلز البي سيلز اللي هي نوع مهم قوي من الوايد بلوت سيلز أو كرات الدم البيضة وبتكون مسؤولة بقى البي سيلز بتاعة الزايدة دي بالذات بتكون مسؤولة عن تصنيع نوع محدد من الأجسام المضادة للميكروبات يعني هو اسمه إيميونو جلوبيلين A IGA وإي جي دي إيميونو جلوبيلين دي أنواع كده معينة من الأجسام المضادة في حاجة اسمها A وM وG الجي دي اللي هي الجديدة والم القديمة يعني شغلانة الحقيقة بخلاف الوظيفة المهمة جدا دي بتاعة المناعة بقى فالزايدة كمان بتفرز أنواع من الهرمونات الحيوية الخاصة بالجهاز الهضمي واللي بتكون مسؤولة عن تنظيم حركة الأمعاء وإحداث التوازن والتنظيم بين عدد كبير جدا من هرمونات الجسم ذروة النشاط الوظيفي للزايدة أنا بقول له ذروة نشاط الزايدة من الناحية الوظيفية يعني أكتر وقت تدينا فيه شغل كده وتبقى زي الفل بيكون ما بين عمر 20 سنة إلى عمر 30 سنة وده للأسف العمر اللي احنا قطاع عريض جدا جدا مننا بيهمل جدا في أكله بيقعد يأكل حاجات حراءة لها السبايسيز وإنها كل حاجات اللي فيها مكسبات طعم أنا بتكلم هنا أشوفه من فترة 28 سنة إلى 30 سنة الفترة دي هي زروة النشاط الوظيفي للزايدة وللأسف هي دي الفترة غالبا اللي بيتعمل فيها عمليات الزايدة إنها ملتهبة ملتهبة ليه ما هو ما بتتعملش العمليات من غير سبب ملتهبة من كتر رمحنا أسأنا ليها وأسأنا لمعاملتها أسأنا ليها إزاي بأكلنا الغلط والحراء والمقليات وأنا ما بقولش إن إحنا ما ناكلش الحاجات دي بس الإفراط الشديد في الحاجات دي والإفراط في التوابل والإفراط في إن إحنا ناكل حاجات ملاحش علاقة ببعض وفي أوقات ملاحش يعني الجهاز الهضمي بيبقى مستغرب نفسه الفترة دي اللي هي من 20-30 سنة دي دايماً السن ده بيبقوا هم سن التمرد كده يعني في حاجات كتيرة قوي ويبقى إيه من ضمن الحاجات إن إحنا عايزين ناكل نجيب آخر الحكاية ونعمل مش عاليه حتى في الإعلانات التجارية بيخضوا أحياناً الأطفال وبتاع بالمقارمشات وقولك ده حر جدا وده حرنا وده حر اللي مش هتستحملوا ليه؟ ليه كل ده يعني؟ فأنا بنصحكم إنكم تحفظوا على الزايدة لإن الزايدة دي طلع إن هي وظيفة مهمة جداً جداً وزي ما بقول مرة تانية بقى في ضرورة دلوقتي إن أنا نغير الإسم العربي لها لإنها بعد كل الأهمية دي لا يمكن تبقى اسمها الزايدة يعني يبقى ممكن اسمها المهمة يعني تمام؟